سياسة كم الأفواه وكتم الأصوات المعارضة لسياسات رئيس النظام التركي رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية حولت تركيا إلى ما يمكن تسميته بجمهورية السجون أمام الرأي العام العالمي إذ بات عشرات الآلاف من المعارضين يقبعون في غياه بالسجون صحيفة زمان التركية أفدت أن ميزانية وزارة العدل التابعة للنظام التركي لعام 2024 تضمنت خطة إنشاء 12 سجناً جديداً سيتم افتتاح ثمانية منها في عام 2025 ليبلغ إجمالي عدد السجون في تركيا 405 سجون وبحسب إحصاءات منظمات حقوقية وجهات معارضة تركية تم خلال السنوات القليلة الأخيرة بناء نحو 140 سجناً جديداً وهذه الإحصائيات لا تشمل المعتقلات ومواقع تصفية السرية التابعة لأجهزة الاستخبارات التركية وغيرها من مؤسسات قمعية ويرى مراقبون للشأن التركي أن هذه الأرقام المرعبة تعكس تردي واقع الحريات وتحول البلاد لسجن كبير وأن القوانين باتت تفصل وفق أهواء رئيس النظام رجب أردوغان بشكل يقود لإحكام قبضته على مفاصل الدولة وسط ملاحقات واعتقالات يومية ضد من يخالف السياسات من صحفيين وسياسيين ونشطاء وحقوقيين وغيرهم منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016 وما تبعها أيضاً من فصل عشرات ألاف الموظفين وعناصر الجيش والشرطة من وظائفهم يشار إلى أن السياسات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان بتركيا تقابل بردود فعل منددة على المستوى الدولي حيث ندد الاتحاد الأوروبي مراراً بسياسة تكميم الأفواه وزج المعارضين السياسيين في السجون بهدف تكريس نظام الحزب الواحد كما وجهت منظمات حقوقية خلال السنوات الماضية نداءات للمجتمع الدولي تطالبه بإعادة النظر بعلاقاته مع أنقرة التي تواصل حجب الحريات العامة ترجمة نانسي قنقر